ما معنى ناهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور أحمد رجل في فيديو جديد الأسقية جمعي ثقاء والثقاء يعني الإناء اللي في المية يعني زي الث المية دي ممكن نسميها ثقاء اختناث زمان عشان طبعا المية ممكن تتحطي في وعاء جلد زي الإربة كده فالإربة بنتطر نتنيها شوية ونقفلها شوية يعني من بوء الإربة بنتنيها عشان عرف أشرب منها بدل ما تحميني أنا عايز أشرب بس فده اسمه اختناث من الالتواء والانثناء فبتني الإربة عشان عرف أشرب النبي نهى عن اللي انت تلوي الإربة وتشرب من بوءها يعني بعبارتنا النهاردة اختناث الأسقية الناهي عن اختناث الأسقية يعني ما تشربش من فم الزجاجة الزجاجة بتاعتنا هي بقى أشرب لها بوء النبي نهى انت تشرب من بوء الإزازة ليه السببين؟ ممكن الإزازة ما تشوفش حاجة جواها تضرك حشرة أو أي شيء لو هي مش شفافة والحاجة التانية اللي بعدك ممكن يقرف يشرب من بعدك فبالتالي لأ لما أنا عايز أحب أشرب أشرب في كوباية وإيه؟ أحطها في كوباية وأشرب من الكوباية ما اشربش من فم الزجاجة مباشرة عشان قولنا ما يطلعش حشرة ولا شيء يضرك وعشان أنت ما تخليش اللي بعدك يأنف إنه يشرب من بعدك يبا اختناث الأسقية بعبارتنا النهاردة يعني الناهي عن الشرب من فم الزجاجة دعم الفيديو بشير عليكم وإشارك في القناة شوفكم المرة الجاية والسلام عليكم